بهذه المناسبة نريد أن نوضح رسالة للرأي العام والرأي الدولي بالنسبة أخر تطورات القضية الأمازيغية في ليبيا طبعا الأمازيغ مقاتعين لما يسمى بهيئة لجنة 58 وجميع المحاولات التي قامت بها الهيئة لالتفاف على إرادة الشعب الأمازيغي من أجل فرض واقع معين على الأمازيغ الذي رفض تماما من قبل جميع الأمازيغ والتصريحات التي صدرت من بعض أعضاء الهيئة باعتبار أن الأمازيغ أعتوي لهم حقوق أكثر ما أوسط عليه المواطيق الدولية فنبقى نوضح حاجة أن الحقوق الأمازيغ هي التي كتبت في مسودة لا تلبي أدنى مطالب الأمازيغ فحقوق الأمازيغ نحن نطالب أن تكون لغتنا لغة رسمية مثلها مثل العربية نفس المستوى ترسم نحن نطالب بأن تكون ليبيا ليست عربية ليبيا دولة مواطنة تجمع جميع المواطنين أمازيغ وعرب وتبو والكارثة نلاحظ أن المسودة التي وضعت في الدستور وفي المادة 2 بالذات والتي تنص بكل وقاحة وإن دلت على العنصرية والجاهلية بأن ليبيا جزء من الوطن العربي وهذه كارثة لأنها تنتهك حتى سيادة الدولة الليبية عندما تنص المادة بأن ليبيا جزء من الوطن العربي هذا استعمار عربي ليبيا ورجعون إلى عهد الدولة الأموية عندما كانت ليبيا تتبع دمشق وتتبع والدولة العباسية عندما تطمع بغداد فهذه الكارثة رجعون منها إلى حوالي 1200 سنة إلى الخلف وهذه لا يمكن أن تبنى الدولة الليبية بهذه الطريقة يعني ليبيا جزء من الوطن هذا انتهاك لسيادة الدولة الليبية ليبيا هي الدولة مستقلة مدنية تتكون من الأمازيغ والتبو والعرب كذلك التحركات التي تقوم بها البرامان ما يسمى البرامان والذي قاطعوه الأمازيغ الذي قاطعوه نحن لا نعترف البرامان فنبقى نوضح شيء لجميع الليبيين إنما يسمى بالجيش العربي والقيادة العامة بقيادة الحفتر هذه ليس لها علاقة بالأمازيغ ولا تمت الأمازيغ ولا يعترف به الأمازيغ باعتبار أن الحفتر تم تعيينه من البرامان الذي نحن الأمازيغ ليس لدينا فيه مقاعد وقد قطعنا نحن الأمازيغ انتخابا وترشحا فهذا القرار غير شرعي بالنسبة للأمازيغ ولا يسري على أقاليم الأمازيغ فلذلك نحن عندما نرفض ما يسمى بالقيادة العامة للجيش العربي هو رفض قانوني شرعي باعتبارنا لن نشارك في البرامان ولم نعترف به البرامان ونحن من الأسباب التي جعلتنا نقاطع هذا البرامان لأننا نعرف مسبقا بأن هناك قرارات ستصدر من البرامان وبالأغلبية وبفرضها بالواقع هي ليست لصالح ليبيا وليس لصالح القضية الأمازيغية بالنسبة للنضال الأمازيغي في ليبيا مستمر ليبيا لن تكون عربية وليبيا ستكون جامعة لكل الثقافات متعددة أمازيغ كما قلنا وتبوة وتوارق الكارثة إن ليبيا أو النخبة السياسية في ليبيا لا ترى إلى الوعي الذي حدث في ليبيا وفي جميع الدول القطرية في شمع أفريقيا في الريف في المغرب وكذلك في تطويم في تونس وفي الجزائر لذلك نحن نوضح رسالة بأن الأمازيغ وضعهم القانوني وفقا للمواتيق الدولية وفقا للقوانين الدولية وفقا للإعلان الشعوب الأصلية نحن نتمسك بحقوقنا حسب وطيقة الإعلان الشعوب الأصلية التي وقع عليها 146 دولة ومن ضمها ليبيا في السابق قامت بالتوقيعها لهذه وهذا الإعلان هو طمرت الجمير العالمي بعد الحرب العالمية الثانية التي قونت فيها دول في معظم العالم وكانت هذه الدول تضم أقليات وتضم شعوب أصلية وتضم ثقافات ولكن نتيجة النضال لهذه الشعوب واقتناع بعض الشخصيات أو بعض هذه الشعوب بالظلم الذي وقع هذا الاضطهاد هو الذي أدى إلى توقيع هذا الإعلان والتي انضمت إليه الولايات المتحدة وروسيا في 2007 وقامت بالتوقيع على هذه المسودة التاريخية التي تضمن الحقوق لهذه الشعوب الأصلية كما نعلم بأن الشعوب الأصلية هي الشعوب التي انتهكت حقوقها بدل من المادة 2 والتي تقول بأن ليبيا جزء من الوطن العربي نحن نطالب باعتراف رسمي في الدستور بالاضطهاد الذي وقع على الأمازيغ في ليبيا عبر العصور عبر النظام السابق وعهد الدولة المملكة وعهد الدولة العتمانية وعهد الدولة الرومانية كلها تعرض الأمازيغ لاضطهاد لهذه الشعوب مما جعل هذه الشعوب تفقد الكثير من لغتها في ليبيا نحن عندما نقول لنا بأنكم أنتم أقلية لغوية لا يمكن أن تفرض لغتكم على الجميع ما الذي جعلنا عنها سؤال ما الذي جعل لغتنا لغة لا يتكلم به كل الليبيين بسبب الاضطهاد الذي عانوه الأمازيغ في ليبيا عبر السنين السابقة والعصور السابقة ونحن لازم أن يكون هناك اعتراف في هذه المسودة بهذا الاضطهاد الذي وقع فكيف أن يحاسب الأمازيغ باضطهاد ليس خارج عن إرادتهم عندما تقول ليبينا الأمازيغ الذين لا يمكن فرض لغتهم على الليبيين ما الذي جعل لغتنا غير ليست مثل اللغة العربية هي هذا الاضطهاد وتعاقب الأمازيغ بهذا الاضطهاد بهذا الاضطهاد وتحسبهم من اللغات التي لا يتكلم به العديد من الأمازيغ فنحن لا ننظر إلى العدد نحن نطالب بلغتنا أن تكون نفسها نفس المستوى نحن طلبنا بالمساواة والعدل ولن نرضى بأقل من المساواة نحن نطالب ليعلم الليبيين جميعاً لأن لغتنا مثلها مثل اللغة العربية يجب أن تكتب في البصابرطات وفي دووين وأن يتم إدراجها بالتدريج حتى أن يتم التعامل بها في دواير الحكومية وهذا مطلب شرعي لأننا نحن طلبنا بالمساواة لذلك ويجب أن يفرق الليبيين بين الترسيم اللغة وبين تدريسها نحن عندما نقول بأنها تدرس في أقاليم الأمازيغ فرض إجباري وأن تكون اختيارية في جميع المدن الأخرى فهذا يعتبر تنازل مننا وليس بما أنك أنت تفرض لغتك على الأمازيغ في طرابلس أو في أي مناطق أخرى فمن حقي أن أفرض لغتي على أبنائك كما أنت تفرض لغتك على أبنائي فهذا حق شرعي مع ذلك نحن طلبنا بأن تكون التدريس في غير المناطق الأمازيغ أن تكون اختيارية ولكن إذا استمر هذا التهميش وهذا العناد من النخب ومن أخي الليبيين كأنهم عايشين خارج كوكب العالم أي تحركات أو أي اضطهاد لهذه الشعوب لا تؤدي نتيجة لأن أصبحت هذه الشعوب وعية وعية لحقوقها ولن تتراجع على المطالبة بحقوقها فهي مستمرة بالنسبة للأمازيغ مستمرين في نضالهم حتى نيل كامل حقوقهم وجميع الخيارات مفتوحة للأمازيغ الخيارات مفتوحة طالما أننا لم يتم قبولنا بإدماجنا داخل هذا الدستور وبيوضع لغتنا كغيرها من اللغة كغيرها من اللغة العربية واشتغل فنحن لنا خيارات وفق الإعلان الشعوب منها حق تقرير المصير الحكم الداتي هذه مطالب شرعية مطالب شرعية ومن الذي يدفع الأمازيغ إلى الاتجاه إلى هذه المطالب هو الإقصاء من من الهيئة لجنة الستين وعدم إدماج الأمازيغ في الدستور الأمر خطير يجب أن يعلمه جميع الليبيين إن إبعاد الأمازيغ على هذا الدستور وعدم إشراكه وكتابة هذا الدستور من مكون واحد وهم العرب الكارتة إن المسودة النهائية أصدرت من من عرق واحد في ليبيا وهو العرق العربي نحن لا نتكلم مع ذلك على الأعراق نتكلم على تقفات لأن لو رجعنا إلى العرق فإن ليبيا معظم سكانها ورجعنا إلى الدينين ستكون جميع الليبيين معظمهم أمازيغ وهذه حقيقة لذلك نحن نحضر جميع الأعضاء الهيئة وجميع النخب السياسية في ليبيا عدم تهميش القضية الأمازيغية وإدماج الأمازيغ ولغتهم في الدستور الجديد لليبيا لأن سيترتب عليه أتار قد لا ترضي جميع الليبيين وقد قام المجلس الأعلى باتخاذ بعض الخطوات في هذا وذلك بترسيم بفرض قانون رقم واحد الصادر وهو أن تكون وهو ترسيم اللغة الأمازيغية في جميع مناطق الأمازيغ وأن تكون رسمية في الدواير الحكومية وجميع الدواير الحكومية والتعامل بها كذلك سيتجه الأمازيغ وقد أعلن مسبقا وأخيرا المجلس الأعلى بتأسيس هيئة قانونية هيئة تأسيسية لاستقبال المقترحات من الأمازيغ من أجل وضع عقد اجتماعي ينظم الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في أقليم الأمازيغ فهذا حق شرعي للأمازيغ ولا يمكن التراجع عليه نحن نأمل أن تكون ليبيا موحدة للجميع وأن ولا تهمش جميع الفئات في ليبيا من ضمنهم الأمازيغ لذلك هذه الرسالة أريد أن أوجهها إلى جميع الليبيين بأن ضرورة 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 قبول الآخرين وقبول الآخر وضبول الرضوخ للمساواة والرضوخ للعدالة أما عقلية فرض شعب على شعب آخر أو فرض عرق على عرق آخر والعنصرية الفاشستية البغيدة التي يعتبر فيه يعتقد فيه بعض الشعوب إن هي أرقى وأفضل من الشعوب الأخرى أو أقوى من الشعوب فهذه الفكرة منبودة نهائيا وأكل عليها الدهر ولن نقبل بهذا ولن نقبل إلا بالمساواة ولنا حقا نعيش كأي شعب من شعوب العالم معتزين بلغتنا وهويتنا أحرار مثلنا مثل جميع الشعوب الأخرى فالأمازيغ معناها أنشأ الرجل النبي للحر ولن يكون الأمازيغ إلا نبلاء أحرار في بلدهم في ليبيا